لليوم الثاني والثلاثين بعد المئة يتواصل عضوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة بر وبحر وجوان من جهة اخرى قالت صحيفة والستريت جورنال الامريكية ان وزارة الخارجية تحقق في مزاعم استخدام القوات الجوية الاسرائيلية الفسفور الابيض في غاراتها على قطاع غزة ولبنان آلة القتل الاسرائيلية تواصل حصد الارواح في قطاع غزة لليوم الثاني والثلاثين بعد المئة المجازر الاسرائيلية على القطاع لم تتوقف منذ هجمات السابع من اكتوبر الماضي وتسببت في استشهاد اكثر من ثمانية وعشرين الف فلسطيني فضلا عن اصابة اكثر من ثمانية وستين الفا اخرين وفقدان اكثر من ثمانية الاف شخص تحت انقاض المنازل المنهارة بسبب القصف الوحشي المتواصل القصف الاسرائيلي على غزة اكبر سكان القطاع على النزوح من شمال ووسط قطاع غزة الى مدينة رفح الفلسطينية اقصى الجنوب واتخذوا من الخيام المشدودة مأوا لهم لحمايتهم من برد الشتاء القارس وسط نقص في الطعام والشراب وانقطاع الكهرباء ونقص في الوقود وخروج اغلب المستشفيات من الخدمة القصف الاسرائيلي على قطاع غزة تسبب في خروج اغلب المستشفيات من الخدمة التي تقع في الاساس تحت نيران دبابات وصواريخ جيش الاحتلال فضلا عن القطع المتعمد للكهرباء ووقف دخول امدادات الوقود اللازمة لتشغيل الاجهزة ومحطات الاكسجين لانقاذ المرضى والمصابين وكان اخرها اقتحام مجمع ناصر الطبي في خان يونس بعد حصاره لليوم الخامس والعشرين على التوالي واستهدف الاحتلال وقسم العظام واكبر النازحين والاطباء والممرضين على اخلاء المجمع والتوجه الى رفح واعتقلت العشرات منهم لدى محاولتهم الوصول الى رفح واعلنت صحيفة والستريت الامريكية ان وزارة الخارجية تحقق في مزاعم استخدام القوات الجوية الاسرائيلية الفوسفور الابيض في غاراتها على قطاع غزة ولبنان مشيرة الى ان التحقيق يهدف الى تحديد ما اذا كانت الاسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لاسرائيل قد استخدمت بشكل غير صحيح لقتل المدنيين الصحيفة اضافت في تقريرها ان المحققين يشتبهون في ان اسرائيل ربما استخدمت قنبلة تزن نحو 907 كيلو جرامات في غاراتها على مخيم جباليا للاجئين شمالية غزة والتي ادت الى استشهاد اكثر من 125 شخصا نحو 50 شخصا نحو 50 شخصا